تنتهي استشارات التأليف قبل ذلك وقبل أي جوجل الرئيس المكلف ما سمعه من أجوبة شفوية عن أسئلة مطبوعة تبقى كل الاستنتاجات في دائرة التكهنات خصوصا أن مرحلة ثانية من هذه الاستشارات وإن غير الرسمية ستعاود بعد غد الأربعاء في موازات هذه الاستشارات سجل أكثر من موقف لا يدعو إلى كثير من الارتياح فصحيفة تشرين السورية نعت النظام اللبناني معتبرة أنه بصيغته الراهنة غير قابل للحياة واللفت في هذا الموقف توقيته وهو جاء بعد أقل من 24 ساعة على موقف الرئيس ميشيل سليمان الذي اعتبر فيه أن لا دور سلبيا لسوريا في لبنان أما أبرز ما سجل في مواقف الداخل فموقف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي اعتبر أنه إذا تبين لنا أننا سنغرق مجددا في دوامة المماطلة فعلى الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية أن يخرجاء البلد من حال المراوحة وأن يؤلفاء حكومة ما من ضمن القواعد الدستورية واللفت أن هذا الموقف يلتقي مع ما أعلنه الدكتور سمير جعجع أول من أمس في غضون ذلك انشغلت داخل اليوم بزيارة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون الذي اختتم لقاءاته بمؤتمر صحفي أمل فيه بتشكيل حكومة في لبنان بأسرع وقت ممكن أتى للمشاركة في إطلاق الدورة السادسة للألعاب الفرانكفونية لكنه لم يغادر من دون أن يجول على المسؤولين سمع منهم عن شؤون الحكومة والاستشارات القائمة حاليا لتشكيلها نقل موقف بلاده المؤكد على ضرورة الإسرع بالتشكيل واعتماد الحوار كوسيلة للوصول إلى حلول رئيس الوزراء الفرنسي الذي زار لبنان على رأس وفد برلماني وإعلامي كبير أكد تمسك بلاده باستقلال لبنان وسلامة أراضيه ووحدته وفي مؤتمر صحفي عقده في قصر السنوبر قال أن فرنسا وقفت دائما إلى جانب لبنان وهي لا تزال لكي تضمن أمنه وهي ستبقي على مشاركتها في اليونيفل التي تشكل عامل استقرار في الجنوب وأن بلاده تدعو إلى تنفيذ القرار 17-01 بكامل جوانبه عبرت عن رغبتنا في أن يتم تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن ومن الملاحة يقوم تشكيل حكومة تضم الجميع لتنفيذ الإصلاحات التي يحتاجها لبنان وقد شددنا على أن روح الحوار الذي أدى إلى تطورات واضحة في خلال الأشهر الماضية يبقى مستمرا في المستقبل فرنسا تستقبل يوم الثلاثاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم وعن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات قال فيون أن بلاده تعتمد لغة الحوار مع الجميع وأنه من دون حوار لا تحل المشاكل فرنسا تتحاور مع الجميع لأنه من المهم الاعتقاد أننا سنحل المشاكل الراهنة ومشاكل الشرق الأوسط من دون التحدث مع سوريا والبلدان التي بشكل أو بآخر لها تأثيرها على التسوية اللبنانية وعلى تسوية الصراع في الشرق الأوسط هذا الحوار سيستكمل بحوار صريح من دون امتيازات ولكنه حوار ضروري ردا على موقف الرئيس الإيراني من كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا اتهم فيون إيران بإخفاء الوقائع وتخوف من فشل الدبلوماسية التي تقودها بلاده والتي تقوم على إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط وعلمات جسور الحوار بين الدول والأنظمة هناك قوانين دولية ومعاهدات موقعة ولا سيما مع إيران ويجب أن تحترم لقد اكتشفنا أن إيران تبني منذ العام 2005 منشآت نووية جديدة لتغسيب اليورانيوم وهو أمر خطير لأنه يعتبر بمثابة خرق جديد من إيران للقرارات الدولية وهذا أمر فاضح لأنها تخفي الواقع كما حروص رئيس الوزراء الفرنسي على التأكيد أن بلاده تقف دائما إلى جانب لبنان حروص أيضا على التأكيد أن فرنسا تحاور الجميع وهي من هذا الباب لن تستثني أحدا لا في لبنان ولا في المنطقة والانفتاح على سوريا بالنسبة إليها هو ضرورة وهو مفتاح أساس لتسهيل أي حلول وكان فيون جال على المسؤولين فالتقى على التوالي رئيس الجمهورية عليماد ميشيل سليمان ثم الرئيس سنيورا والرئيس برري قبل أن يلتقي الرئيس المكلف سعد الحريري الذي أقام على شرفه مأدوبة غداء العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا والتطورات السياسية على الصعيد الداخلي كان محور لقاء رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع فرنسوار فيون رئيس الحكومة الفرنسية في القصر الرئاسي في بعبد فيون أبدى ارتياحه لمسار الأمور على الساحة اللبنانية أمنيا واقتصاديا وسياسيا وأعرب عن أمله في تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن مؤكدا أن دعم بلاده للبنان في المحافل الدولية هو من الثوابت في السياسة الخارجية لفرنسا كما جرى لقاء موسع مع الوافد الفرنسي المرافق لفيون تناول متابعة الاتفاقات الموقع بين لبنان وفرنسا في مجلات عند فيو انتقل بعدها إلى السراي الكبير حيث استقبله في الباحة الخارجية رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنورة وعدد من الوزراء وبعد استعراض ثل من الجيش عقد الرئيسان لقاء بحثا فيه مختلف القضايا الراهنة أبرزها استضافة لبنان للألعاب الفرنكوفونية إضافة إلى العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية وتل اللقاء الثنائي لقاء موسع ضم أعضاء الوفدين اللبناني والفرنسي شدد بعضه السنورة على أهمية الانتخابات النيابية الأخيرة التي اعتبرها أنها الأكثر ديمقراطية منذ خمسين عاما مشيرا إلى أن نتائجها جاءت ممثلة بالفعل لإرادة الشعب اللبناني كما أكد السنورة مد اليد للجميع من أجل تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن المحطة ثالثة للرئيس فيون كانت في عين التيني حيث التقى رئيس مجلس أنواب نبيه بري وجرى عرض لمجمل التطورات الداخلية والإقليمية ثم انتقل فيون إلى قريتم حيث كان بانتظاره رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات المحلية والإقليمية واستبقى الحريري فيون على مأدوبة غداء تم خلالها استكمال المحادثات رأت صحيفة تشرين السورية في عددها الصادر اليوم أن شريحة كبيرة من اللبنانيين تجمع على أن النظام اللبناني بصيغته الراهنة غير قابل للحياة والاستمرار وأنه يعيش حال موت سريري تتطلب خطوة إنقاذ جزرية بحيث لم تعد العقاقير المسكنة قادرة على إنعاشه وبحسب الصحيفة فإن اتفاق الطائف أنهى الحرب الأهلية ونقل السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء مجتمعا ووضع تصورا للإصلاح يأتي في مقدمته إنشاء هيئة إلغاء الطائفية السياسية والعلاقات المميزة اللبنانية السورية وغير ذلك من القوانين التي لم تنفذ الطبق السياسي أي منها بل أن البعض كما تقول تشرين بدأ يتذاكى من خلال السعي لحصر السلطة التنفيذية بعائلة روحية معينة وإبقائها في مجلس الوزراء شكلا مع ما يعنيه هذا من تجذر للنظام الطائفي في البلاد بحسب صحيفة تشرين استأنف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عند السادسة مساء استشاراته النيابية في يومها الرابع بلقاء كتلة نواب الأرمن حيث أعلن أن نايب جوبا قرادونيان أن الاستشارات الحالية لا تشبه الاستشارات السابقة مشيرا إلى المساء الجدية لدى الرئيس الحريري لتأليف حكومة وحدة وطنية ولمزيد من التفاصيل ننتقل مباشرة إلى ساحة النجم مع الزميلة مونة صليبة مونة هل برزت في هذه الاستشارات التي تجري في هذه الأثناء أي معطيات جديدة أو أي مواقف جديدة تؤشر على أن الأمور تتجه سلبا أم إيجابا؟ بسام الجديد في هذا النهار الاستشاري هو الإعلان عن جولة جديدة من الاستشارات كنا نعلم أن هذه الجولة تنتهي يوم غد الثلاثاء ولكن أعلن عن جولة إضافية كناية عن يومي الأربعاء والخميس حسب ما علمنا أن يوم الأربعاء سيستكمل الرئيس المكلف الاستشارات ويلتقي كتل كان سبق والتقاها أبرز الذين سيلتقيهم يوم الأربعاء كتلة التنمية والتحرير وكتلة القوات اللبنانية وكتلة الكتائب اللبنانية وعلمنا أن لقاءات الرئيس المكلف مع هذه الكتل يوم الأربعاء ستكون في فترة بعض الظهر وعند المساء وقد يضاف إلى هذه اللوائح أسماء أو لوائح أخرى على أن يلتقي يوم الخميس كتلة التغيير والإصلاح كان سبق وأعلن النائب العماد ميشيل عون أنه سيلتقيه ولكن لا يتمكن من لقاءها الأربعاء بسبب تكتل التغيير والإصلاح فأعلن أو وضع على جدول الموعيد يوم الخميس وأيضا قد يكون هناك المزيد من الكتل أو النواب الذين سيلتقيهم الرئيس المكلف يوم الخميس هذا أحد الأشخاص من فريق الرئيس بري أصر على أن الرئيس المكلف هو الذي طلب من كتلة التنمية والتحرير بطبيعة حال من الرئيس نبيه بري أي يعود ويلتقيه يوم الأربعاء الأجواء في هذا النهار كانت إيجابية ومريحة كما الأيام التي سبقت كل من التقاهم التقى كتلة نواب الأرمن وتحدث النائب أجوب فاكرادونيو وقال أنه جرى نقاش في كل الموضوعات وكان هناك أيضا طرح لكل أشكال الصياغ الممكنة من حكومة تكنقرات أو أقطاب أو أقطاب متعامة بتكنقرات ولكن الرئيس الحريري نقل عنه النائب أجوب فاكرادونيو أنه مصر على شكل حكومة وحدة وطنية ووصف اللقاء بأنه جيد وأن هذه الاستشارات لا تشبه أبدا الاستشارات التي سبقت أيضا مصادر في تكتل لبنان أولا أشارت لنا إلى أن الحريري هو الآخر أيضا يبدي تفاعل في هذه الاستشارات لأن كلا الطرفين رئيس المكلف والكتل الأخرى ينطلقان من ثابتتين الأولى أن الأمور الإيجابية وأيضا الثغرات التي كانت في المرحلة السابقة يأخذانها بعين الاعتبار وأيضا الانفتاح وعدم التجاذب